أنا وأنت أيها الأخ المؤمن وأنت أيتها الأخت المؤمنة في لحظتنا هذه ينبغي أن نستذكر شريط ذنوبنا وأن نمرره بين أعيننا وأن نفكر في مواقفنا تجاه ربنا حتى نخاطبه بقلوبنا أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه الآن في هذه اللحظة جدد جددي لأجدد توبة نصوحا إلى الله سبحانه وتعالى فإن من فضل الله وكرم الله سبحانه وتعالى أنه يستقبل توبة الإنسان متى حدثت؟ لا يوجد وقت دوام رسمي يقبل فيه الطلب في ذلك الوقت ويرفض في سائر الأوقات لا يوجد مكان معين معبد خاص لكي يقدم فيه الإنسان توبته وأوبته في كل مكان يستطيع أن يقدم توبته وإنابته وأوبته إلى الله لا يشترط حال من الأحوال لا تحتاج الطهارة أنت لا تحتاج إلى أن تكون على وضوء ولا على غسل لكي تتوب التوبة تستطيعها وأستطيعها في كل وقت وضمن أي ظرف وفي كل مكان في الحديث عن رسول الله من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه ومن ثم قال إن السنة لكثيرة الذي يتوب قبل سنة من وفاته يتوب الله عليه ثم قال رسول الله إن السنة لكثيرة من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه ثم قال إن الشهر لكثير ثم قال من تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه وإن اليوم لكثير ثم قال من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه وإن الساعة لكثير وإن الساعة لكثير ثم قال من تاب وقد صعدت هذه وأشار إلى نفسه وحلقه تاب الله عليه لكن المسألة هي أن قسما من الناس يؤجلون فيقول بعد سنة يقول بعد يوم ماذا يدريك أنك تبقى إلى ذلك اليوم إلى تلك الفترة لعل الموت قد سبقك من دون أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى فتب الآن وعقيب كل تقصير قل من داخل قلبك ودع جوارحك تتحدث أستغفر الله ربي وأتوب إليه هذا إذا تاب الإنسان بالطبع توبة نصوحة اشتركوا في القناة